بيبدأ الفيلم بكايل وهو راكب العربية بتاعته وراجع البيت وبيتكلم مع امراته جري في التليفون وبيعرفها انه اخيرا هياخد اجازة ويعوضها عن الفترة اللي فاتت علشان كان مشغول عنها بسبب الشغل وبنعرف ان كايل امريكي وامراته جري من روسيا وكان هو بيسافر دايما علشان يشتغل في امريكا وبيرجع في الاجازات بتاعة الشغل للبيت بتاعهم في روسيا علشان يكون مع امراته وبتفرح جري جدا بالخبر وبتعرفه انها تستناه وبتتفاجئ ساعتها بشخص موجود في البيت وبيهجم عليها وبيوقع التليفون من ايديها وكان بيحاول يختصبها وكان كايل سمع اللي بيحصل من التليفون وهيتجنن من الموقف وبيجري بسرعة بالعربية على امل انه يقدر ينقذها وبيتصل بالشرطة وهو في الطريق علشان توصل بسرعة للبيت وتنقذ جري وكانت جري ساعتها بتعاني من اللي بيحصل وبتحاول بكل قوتها تقاوم الشخص اللي بيهجم عليها لكن الشخص ده بيطلع سكينة من معاه وبيهددها وبتخاف ساعتها جري من الموقف لكن بتقاوم مرة تانية وبترفض انه يلمسها وساعتها بيقتلها بالسكينة بدم بارد علشان رفضت تستسلم وبيطلع بعدها كايل البيت وبيتصدم اول ما بيشوفها وهي مقتولة وبيتفاجئ بالشخص اللي قتلها وهو بيهجم عليه وبيضرابه وبيخرج بسرعة من البيت وبيجري وراء كايل وبيطلع معاه الاوتوبيس وبيتقوم معركة شارسة بينهم ورغم ان المجرم كان معه سكينة لكن كايل قدر يتغلب عليه ووقع السكينة من ايده وهجم عليه بسرعة ووقعوا الاتنين من الازاز بتاع الاوتوبيس وبيجي متسكل بعدها وبيخبط كايل وهو واقع على الارض وبيتصف في ايده وساعتها بتيجي عربيات الشرطة وبتقبض على كايل وهو منهار وبيصرخ بصوت عالي علشان يقولهم ان مراته تقتلت وبنشوفهم بعدها في المحكمة وبيكون الشخص اللي قتل مراته فرحان من حكم المحكمة وبيسأل كايل المحامي بتاعه عن اللي بيحصل وعرفوا المحامي ان الشخص ده عيلته معهم فلوس كتير وقدروا يشتروا القاضي وعلشان كده اتحكم عليه بالبراءة واتصدم كايل ساعتها من الخبر وسرق مسدس من شرطة كان موجود ورح للشخص اللي قتل مراته وضربه اكتر من رصاصة وقتلو في ساعتها وبيقف بعدها قدام القاضي مرة تانية وبيتحكم عليه بالسجن 25 سنة فاختر سجون العالم مع اشد المجرمين في البلد وبيروح بعدها كايل السجن وبيقف مع بقية المساجين على باب السجن وبيجي الجنرال رئيس السجن وبيقف قدامهم وبيعرفهم ان مفيش امل في الهروب من السجن ولو نويت تهرب يبقى لازم تعرف ان مصيرك هيكون الموت وبيرمي الحراس مسجون قدامهم كان بيحاول يهرب قبل ما يوصلوا وبيعرفهم الجنرال ان الهروب من السجن بتاعه مستحيل وبيسيبهم وبيمشي وبيروحوا بعدها علشان يسلموا اشياءهم للحراس بتوع السجن وبيتكلم رئيس الحراس مع كايل وبيقوله ان الخاتم بتاعه جميل وهو عاوز ياخده ورغم ان كايل كان يعتبر عايش في روسيا لكن ما كانش بيفهم معظم الكلام والكلام قليل اللي بيفهمه باللغة الروسية ولما قال للزابط انه مش فهمه كلمه الزابط بالانجليش وقاله ان الخاتم بتاعه جميل وهو عاوز ياخده وساعتها قاله كايل ان الخاتم ده دي من مراته ويعتبر خاتم جوازهم ومش هينفع يسيبه وادهيق رئيس الحراس من كلامه وضربوا بالعصايا اللي معاه وخد من ايده الخاتم ورمى الصورة بتاعت مراته على الارض وساعتها بقيت المساجين خافت من الموقف وزحف كايل قدامهم على الارض علشان ياخد صورة مراته وبعدها بيحلقوا شعرهم وبياخدوهم كلهم للسجن بتاعهم وفي الليل بيصحى كايل على صوت الحراس وهم بياخدوا بيلي المسجون الصغير في السن اللي كان معاه وبيستغرب من اللي بيحصل وبعدها بيروحوا بالمسجون لغرفة بتاعت مسجون تاني اسمه اندري ومسيطر في السجن وكمان بيدفع فلوس للحراس واول ما الحراس مش يتبعد عن الغرفة هجم اندري على بيلي علشان يعتدي عليه لانه مسجون جديد وضعيف وكان كايل سامع المقاومة بتاعت بيلي من مكانه وفهم ان ايامه في السجن مش هتبقى سهلة وتاني يوم بيخرج المساجين من الغرف بتاعتهم علشان يروحوا الساحة وساعتها كايل بيشوف بيلي وهو مضروب ومتبهدل ولما بيبص على اندري اللي ضرب بيلي بيفتكر الراجل اللي قتل مراته ومن غير اي تردد بيهجم على اندري وبيضرابه وبتقوم معركة شريسة بينهم لكن الحراس بتدخل وبتسيطر على الموقف وبياخده كايل للسجن الانفرادي كجزء من العقاب في السجن ولما بيشوف كايل الغرفة بتاعت السجن والمنظر المؤرف بتاع المكان بينهار من الموقف وبينام على الارض وبيرفد ياكل وبعدها بيقطع الملابس بتاعته وبيعملها زي حبل وبيربطها في رقابته وبيعلقها في السقف علشان يشنق نفسه ويموت لكن الحبل بيطقطع وبيقع على الارض وهو منهار من التعب وبيفتكر بعدها مراته وبيتغير مزاجه وبيروح علشان ياكل وبعد ايام بياخدوا الحراس وبيرجعوا للغرف بتاعة السجن لكن المراتي بيدخل في غرفة تانية مع مسجون بيقولوا عليه انه مجنون علشان قتل كل المسجين اللي كانوا معاه في نفس القوضة وقال له رئيس الحراس لو كان عاوز يخرج من السجن بتاع المسجون المجنون يبقى لازم يدفع لهم فلوس وإلا هيفضل معاه لحد ما يقتله وبيدخل كايل السجن وهو خايف من المسجون لكن المجنون فضل قاعد في حاله وما تكلمش معاه خالص وتاني يوم بينزل كايل للساحة وبيمشي مع نفسه بهدوء من غير ما يتكلم مع حد واول ما بيشوفه اندري بيرمي كرة السلة عليه لكن بتيجي في مسجون تاني وبيدق ساعتها المسجون من اندري وبيهجم عليه مع جماعته وبنعرف ان السجن متقسم لتنين من العصابات الكبيرة عصابة منها اندري وجماعته وعصابة منها المساجين اللي قدامهم اللي اتضايقوا من الكورة بتاعت اندري وبيدخل بسرعة رئيس الحراس وبيقول لهم ان القتال ممنوع في الساحة وان لو حد فيهم عاوز قاتل يبقى لازم يثبت قوته ويقاتل بشرف قدام كل المساجين في سباركا وبيوافق المساجين على كلامه وبيتفقوا على كده وبيقف بعدها كايل مع بيلي ومالكاي المسجون العاجز اللي بيمشي على كرسي بعجل وبيتكلم معا كايل وبيحاول يفهم منه يعني ايه سباركا وعرفوا مالكاي ان سباركا دي تعتبر صحة قتال في السجن وبتجمع ما بين اتنين مساجين بيقتلوا بعض بعنف لحد ما واحد فيهم يخسر ويقع على الارض من غير حركة وفي الليل بيحلم كايل بكوابيس بتفكروا بالليلة اللي ماتت فيها امراته لدرجة انه بيتكلم وهو نايم وبيتفاجئ ساعتها بالمجنون وهو بيهجم عليه وبيحط ييده على بقه علشان يكتم نفسه لكن بيسيبه بعدها وبيقوم وبيقول لكايل يسكت وما يتكلمش خالص سواء كان صاحي او نايم وكان كايل بيبصله هو مصدوم ومش عارف يتصرف ازاي وبيكون بعدها قاعد بيأكل في الغرفة بتاعة الاكل مع المساجين وقاعد معاه بيلي ومالكاي وبيتكلموا في اي حاجة تهون عليهم السجن لكن بيتفاجئوا باندري وهو جاي عليهم مع بقية جماعته وبيحاول يستفز كايل لكن كايل مش بيتكلم معاه وكأنه مش موجود وبعدها بيدخلوا كلهم للسحة بتاعة سباركا في السجن علشان هيبدأوا المنافسة وبيتكلم ساعتها مالكاي مع كايل وبيعرفوا ان القتلات دي اساسها الرهانات اللي بيتراهن عليها الحراس بتاع السجن مع بعض والجينرال رئيس السجن مع زميله اللي مسؤولين عن سجون تانية والموضوع كله بيبقى بالنسبة لهم مجرد تسلية والكل بيبقى فرحان لكن الشخص الوحيد اللي بيعاني هو الشخص اللي بيخسر في القتال وبيقف اندري قدام المقاتل بتاع العصابة التانية وبيهجموا الاتنين على بعض بعنف وبيتقوم معركة شارسة بينهم ورغم ان المسجوني التاني كان قوي جدا لكن اندري قدر يتغلب عليه وفضل يضربه بعنف لحد ما وقع على الارض وهو بيعاني من التعب وبيروح بعدها كايل لطريق الجبل وبيشتغل مع بقية المساجين في طريق السكة الحديد اللي بيصنعوه لكن بياجم عليه مسجون تاني وبيضربه وبيوقعه على الارض وبيتدخل ساعتها الحراس وبيتكلم واحد منهم مع المسجون وبيسأله ايه اللي بيحصل وساعتها المسجون قاله ان كايل امريكي وبيستهزق بيهم علشان هم من روسيا ولان كايل كان يعتبر غريب في بلاد غريبة فوافق الحارس ان المساجين تضربوه علشان يعرفوه ان اللعب مع الروس مش هيبقى سهل وبيهجم المساجين على كايل وبيفضل ويدربوه بعنف واحد ورد تاني وبعدها بيتكلم معاه الحارس وبيفهمو انه مش في امريكا وعلشان كده ما ينفعش يعمل فيها بطل قدام بقية المساجين وبيطلب من الحراس يدخلوه السجن الانفرادي مرة تانية واول ما بيدخل كايل بيسمع صوت حد بيصرخ بصوت عالي ومن الواضح انه بيتقلم لكن بسبب صوت المزعج بيدرب كايل على الحيطة علشان الشخص ده يوقف صراخ وبعد ايام بيخرج من الحبس الانفرادي مرة تانية وبيرجع لغرفة الاكل مع بقية المساجين وبيتفاجئ باندري وجماعته هم جايين عليه وبيتكلم معاه اندري باستهزاء وبيعرفوا انه نكرة ومالوش قيمة وبيتدايق ساعتها كايل وبيقوم وراهم وبيضربوا لكمة قوية بعنف وبيوقعوا على الارض وبيضربوا اكتر من ضربة رغم انه واحد من المساجين كان بيحاول يسيطر عليه وساعتها هاجم عليه كل العصابة بتاعت اندري وبيفضلوا يضربوا لحد ما الحراس ادخلت ومنعوهم من الهجوم عليه وتكلم رئيس الحراس مع كايل وعرفه انه المرة دي هيدخل الحبس الانفرادي ومش هيطلع منه غير بعد فترة طويلة وبيرجع كايل للسجن الانفرادي وبيستغل الوقت بتاع الحبس في التدريب وبيفضل يتضرب يوميا بكل صبر ومع الوقت بيبقى اقوى وحتى بعد ما خرج من الحبس الانفرادي كان بيتمرن طول الوقت في الساحة وفي الشغل عند السكة الحديد وفي الغرفة بتاعته مع المسجون المجنون وفي عز المطر وقت ما كان كل المساجين وقفين تحت الصور كان هو بيجري في السحب بكل شجاعة وبيشوفوا ساعتها رئيس الحراس وبيعرف انه دلوقتي بقى جاهز للقتال في سباركا وبالفعل تاني يوم بينظموا قتال بينه وبين اندري وبيقف قدامه كايل في الساحة وهو مستعد وبيبدأوا القتال وبيهجموا الاتنين على بعض بكل قوتهم وبيكونوا متعدلين في البداية لكن بيقدر كايل يسيطر على القتال وبيضرب اندري اكتر من ضربه وبيوقعوا على الارض وبيفرح ساعتها بيلي وزميل كايل وبتفرح العصابة التانية هي كمان لكن بيقدر اندري انه يسيطر على القتال من تاني علشان رغم ان كايل جسمه بقى قوي جدا لكن اندري عنده مهارات قتالية عالية وليه خبرة في القتال بعكس كايل اللي طول عمره شخص مسالم وبعد عن المشاكل لكن بيقاوم وبيضرب اندري برجله وبيهجم عليه بكل شراسة وبيعده من رقابته وبيقدر انه يقطع شرير رقابته وبينام جنب اندري وهو بيتصرف تصرفات مجنونة وبيصرخ قدامهم بصوت عالي وبيكون ساعتها اندري بينزف من رقابته لحد ما بيموت وبيستمر الموضوع على كده يوم بعد يوم وكل مرة كايل هو اللي يكون في الساحة مع اي حد من المساجين وبيفضل يضرابه بعنف لحد ما يقضي عليه وتاني يوم بيتكرر الموضوع مع مسجون تاني وبيفضل كايل هو اللي يكسب كل قتال واسمه بيتعرف في السجن كله بالمقاتل الحديدي وبيكونوا بعدها عاملين حفلة في السجن وبيكون كايل قاعد جنب المسجون المجنون وبيشاهد الفقرة بتاعت الحفلة وبييجي ساعتها مسجون ضخم علشان يسلم عليه وبيعرفوا ان اسمه فاليا وانه سمع عنه كتير واول ما كايل سلم عليه ضغط المسجون الضخم على ايده علشان يختبر قوة كايل ويضايق كايل من طريقته وضغط على ايده هو كمان لكن بيوقفهم واحد من العصابة وبيعرفهم ان القتال بيكون في سباركا مش في الحفلة وبيتكلم المجنون مع كايل وبيعرفوا انه هو ده المسجون الجديد اللي بعتوه من سجن تاني علشان يقاتل قدامك في سباركا وساعتها فهم كايل ان لسه في حاجات صعبة مستنيها رغم كل اللي وصلوا في السجن وبيمشي بعدها مع بقية المساجين علشان يرجعوا للغرف بتاعتهم وبيشوف ساعتها بيلي وهو واقع على الارض ومضروب ومتصاب وحالته صعبة وبيخرج ساعتها فاليا من الغرفة هو كمان وبيعرف كايل انه هو اللي اعتد عليه وبيدخل ساعتها كايل القوضة وبيتكلم معاه بيلي وهو بيحتضر وبيعرفوا انهم حاولوا يكسروا ويزلوا لكن هو قاوم في كل مرة علشان ما يسمحش لحد يكسروا ونصح كايل ما يسمح لهمش يغيروه ويحاولوا لشخص تاني غير الشخص الطيب اللي هو يعرفه ومات قدام كايل في ساعتها وبيفكر كايل بعدها في كلامه وبينزل تاني يوم للساحة بتاعة سباركا وبيعود قدام المقاتل وكأنه معترض على القتال معاه وساعتها بيتدايق المقاتل وبيضربه بعنف لكن فكل مرة كان بيقوم كايل من غير ما يردله الضربة وبيسيبه ويمشي او يقعد تاني على الارض وبيشوف الجنرال اللي بيحصل وبيتدايق وبيتكلم مع رئيس الحراس في اللاسلكي وبيحاول يفهم منه ايه اللي بيحصل وساعتها رئيس الحراس سأل كايل عن سبب تصرفاته وقال له كايل انه مش هيقاتل تاني ومش هيعمل اللي هم عاوزينه حتى لو هيقتلوه واول ما الجنرال سمع منه الكلام طلب من رئيس الحراس يخرجوا من الساحة ويبدأ قتال تاني وهم هيتصرفوا معه بعدين وفي نفس اليوم بالليل بيربطوا بالحبل في الحديد وسط الساحة وبيقوله رئيس الحراس انهم مش هيفكوه الا لما يوافق انه يقاتل في سباركا من تاني وتاني يوم بينزل المساجين الساحة وبيشوفه كايل وهو مربوط ورافض يستسلم وبيدخل رئيس عصابة مع جماعته على العصابات التانية وبيعرفهم انه طالب السلام علشان كايل بسبب اللي بيعمله طلع هو الوحيد فيهم اللي صح لانه رفض يستسلم ويعمل حاجة خارجة عن طبيعته لاي سبب حتى لو يخسر حياته وبيوافق باية العصابات وبيوقفوا بعدها كلهم في الساحة وهم رفضين القتال وبيدهي رئيس الحراس جدا من تصرفاتهم لدرجة انه بيروح بعدها للجنرال وبيطلب منه يسمح له يقتل كايل علشان بسبب النظام بتاع السجن ما بقاش موجود وما حدش من المساجين عاوز يسمع كلامهم لكن الجنرال قال له انهم لو قتلوه هيبقى حولوا الشهيد واسطورة وساعتها المساجين هيرفضوا يسمعوا كلامهم وكل واحد في يوم هيبقى عاوز يبقى واسطورة زيه لكن هم ممكن يعملوا حاجة احسن ويحطموا عزمته واسراره قدام كل المساجين وبياخدوه بعدها في الليل وبيوقفوه في المبنى اللي فيه الغرف بتاعة المساجين وبيتكلم قدامهم الجنرال وبيقول لهم ان السجن ما بقاش في نظام وعلشان كده هو هيخلق النظام ده بايده حتى لو كان هيقتلهم كلهم وبيؤمر الحراس يسيبوا مسجون ضخم وهمجي علشان يقتل كايل قدام المساجين ويعرفوا من كايل مالوش ايمة وساعتها خف كايل جدا وحاول يهرب من المسجون لكن المسجون قدر يمسكوا وضربوا بعنف وهنا افتكر كايل من صوت المسجون ان هو ده اللي كان بيسمع صوته دايما لما كان بيدخل السجن الانفرادي وخبط على الحطة قدام المسجون زي ما كان بيعمل اول ما بيدخل السجن وبيفتكر ساعتها المسجون هو كمان ان كايل هو اللي كان بيخبط على الحطة جنبه وبيرفض يضربه علشان هو بالنسباله يعتبر شخص قريب منه وبيدأي ساعتها رئيس الحراس وبيصوب عليه المسدس علشان يكمل قتال معاه لكن بيرفض المسجون الضخم وساعتها صوب رئيس الحراس المسدس على كايل وقرر يقتله لكن بيتفاجئ بالمسجون الضخم هو بيهجم عليه ورغم انه ضربوا بالرصاص لكن المسجون قدر يمسكوا وضربوا وضرب بقية الحراس هما كمان ومسك واحد فيهم وخبطوا في باب بتاع غرفة فيها مساجين واتكسر الباب ووقع المسجون الضخم بعدها على الارض وهو منهار بسبب اصابته وخرج المسجين من الغرفة وهجموا على الحراس وبقى في حالة شغب في السجن كله وبيروح ساعتها كايل للمسجون وبيمسك ايده علشان يهون عليه لحد ما بيموت وبيقدر بقية المساجين انهم يكسروا الحديد بتاع الغرف وبيخرجوا كلهم وبيهجموا على الحراس بكل قوتهم لكن الحراس كان معهم اسلحة ويدروا يسيطروا على السجن من تاني وبيتكلم ساعتها المسجون المجنون مع كايل وبيقولوا انه هيساعدوا علشان يخرج من السجن بكرة وفاهموا انه عنده خطة وطلب منه يقاتل فاليا علشان خطته تنجح لانه سواء كسب في القتال او خسر فالحراس اكيد مخططين انهم يخلصوا منه بعد القتال وبيوافق كايل وبيدخل في قتال مع فاليا تاني يوم ورغم ان فاليا كان جسمه ضخم وقوي جدا لكن كايل قاوم قدامه وقدر يتغلب عليه قدام كل المساجين وبياخدوا بعدها رئيس الحراس للمكان اللي فيه العربيات بتاعتهم علشان يقتلوا خارج السجن لكن بيتفاجئ بالمجنون وهو بيهجم عليهم وبيضربهم وبياخد كايل المسدس من رئيس الحراس وبيصوبوا عليه وبيفتح الكلبش بتاعه وبياخد منه الخاتم اللي هو خده منه اول ما دخل السجن وساب العربية تنزل على رجله علشان تتكسر وساعتها المسجون المجنون طلب من كايل يركب العربية بتاعت الجنرال ودالوا اللبس بتاع الحارس وسلموا ورق مكتوب فيه كل الجرائم اللي حصلت في السجن من ساعة ما دخل فيه وبيمشي بعدها كايل بالعربية بتاعت الجنرال من غير ما حد يتعرف عليه وبيقدر يخرج من السجن بسلام وبيقرر يرجع بلده ويبدأ حياته من جديد بعيد عن كل المشاكل اللي حصلت معاه وانتهى فيلمنا ويا رب بيكون عجبكم واللي حبيب يتابعنا ويشوف باقية الافلام يشترك ويفعل الجرس